الله معكم وسلام الرب يسوع بقلبكم جميعا بدي احكي لكم اليوم قصة رائعة جدا عن صورة هاي دي المرأة اللي عبتشوفوها اليوم بس بداية بدي اصلي للكلو ما تنسوا تدعولي وتصلولي خيكون صغير الشماس مريس هاي دي المرأة اليوم اللي خلاني احكي عنا انه هاكي قرنتها بالمرأة اللي كبت ولادها عن الجسر بالعراق واللي ما بدي احكي عنا ابدا هيديك انه ما بدي شدد لانه في ناس كتير قالوا ظروفة وشوفو شو ظروفة ووضعا نفسي ما في ابدا اي وضع نفسي او اي ظروف بيبرر يلي عملته ورح جيب لكم كمان مثال هاي دي المرأة الي قدامنا كانت ظروفة اتعس واقوى واكبر من المرأة الي كبت ولادها من الجسر وشوفو هاي دي المرأة شو تصرى فيد وهيديك المرأة كبت ولادها عن الجسر وليك اليوم هاي دي الملك الرائع الفلاحة الملكة بدي سميها اسمها مبروكة خفاجي بعام الف وتمانمية وتسعة وسبعين هاي دي الفلاحة المصرية البسيطة وتحية لكل شعب مصر ولمصر الاهرام تحية لمصر هاي دي الفلاحة البسيطة باحدة قرى محافظة كفر الشيخ هاي دي الفلاحة اخوتي اتجوزت فلاح كان بيشتغل بالاجراء يعني يومي وبسبب دي الحال ومعد في شغل طلقها وتركها رغم انه كانت حبلة بالاشهر الاخيرة تركها وردها عن بيت اهلا وهي دا امر بالنسبة للفلاحين بيعرفوا الناس كتير منيح انه عار رح تخلف بعد كم شهر وانت تركتها وزتيتها وفقير وما بقى طيقة وحطتها عن بيت اهلا كأنه هي الى زنب اللي صار معه مهم انتقلت مبروكة مع امه واخواته عسكندرية الله رزقون سيبت انه انتقلت مع اهلا طالما هي صارت هلأ عند اهلا انتقلوا عسكندرية وبسكندرية انجبت ابنه علي براهيم عطا وقررت انه تعمل كلمة بوسعة تحتها تربي هيدا الولد مش تكبه عن الجسر مكاية ببيه لانه بديرجع يجي ياخده وهي بتعرف انه بسير عمره سبع سنين بحقله فيه شرعا كل هالامور مع الفقر ما اثرت عندها بدت تعلمه احسن تعليم راحت اشتغلت صانعة وصارت تشتغل بالبيوت واشتغلت اتبيع بالشوارع وكان عندها مية سبب وسبب تحت تخليه يتعلم الولد لانه كان سببها الاساسي هو المحبة لابنه وهو انسانيته لانه هيدا انسانة بكل معنى الكلمة وحبت انه تطلع ابنه احسن ولد بالعالم كل ام بتتمنى يطلع ابنه احسن ولد بالعالم وحتى لو كان بيمسح ازاي السيارات بتشوفه انه الاحسن ابنه بوضع الفقر اللي هي كانت فيه واهله كان بتقدر تحمله علب الكليناكس او حلو او كعك واتخلي روح يبيعهم بالشارع وهيدا شي مش عيب لانه الشغل منه عيب وكان في كتير بيعين كعك وبييعين علكي بالشارع برجع بقلكن الشغل منه عيب بيطلع مكان سيان بيطلع حداد ابدا الشغل منه عيب وبيقدر يطلع في الليح كمان المجتمع زراعي وبيقدر يطلع صياط طالما هنه بقلب اسكندرية انما كانت عبتعمل المستحيل تحتى تخلي هيدا الصبي يتعلم وفعلا هي اشتغلت وصارت تبيع جبنة بالشوارع تبرم على الشوارع وتبيع جبنة وابنة علي عم يدرس وعب يتعلم وفعلا حصل على الابتدائية وبوقتها عرف بيه بيه الابضاي الزكي الرجال الشرقي اللي بيزدت مرته وينما كان هيدا الانسان الخايب طبعا انا مش عسابيق عبقول كل الرجال هيك انما عبتمسخر بصفة الشرقية لانه قلدا منعتز فيها يعني مع انه الانسان انسان والرجال رجال شرقا وغربا المهم اجابوا ياخدوا صار معوا ابتدائية وقال لهم لبات اهل مرته انا جاي بكرة ااخدوا وبيشتغل بالابتدائية وبصير يساعدني يعني بوصفوا حيالة وظيفة وكان من زمان الابتدائية بيقدروا فعلا يشتغلوا فيها وظيفة مثل البنك مثل المحاسب يقدر يشتغل هيك انما مبروكة اي اسم امه مبروكة ما قبلت ابدا باللي عبسير وهو وقاعد عندنه وجيته حتى ياخده للصبي بتحمله وبتهرب فيه على السطح بس بدل ما تكبه من السطح وتقتله مثل ما عملت هاي دي المرة بالعراق وكبت ابنها عن الجسر لا مبروكة حملته وحضنته ونطت هي ويه عن السطح وصار ينطه من سطح لسطح تحت هربه وقامت بتهريبه عن الأسطح وراحت وقعدت بالقاهرة وبالقاهرة كان في مدرسة اسمه المدرسة الخدوية اللي هو كمان درس وكمل فيها لهيدي المدرسة وصار طبعا يتعلم وينجح يتعلم وينجح لحد ما دخل كلية الطب ومن بعدها يا أخوتي بيمرد السلطان بعد 15 سنة من التخرجه للطبيب علي بيمرد السلطان وفي حكمة كتير بيجوا بيفحصوه ما بيعرفوا شبوه أحد الأطباء بينصحهم أنه يستشيروا الدكتور علي بيقوله هيدا دكتور شاطر عم نحكي هون عن ابن الفلاحة وفعلا بيجي هيدا الطبيب علي وبيعمله عملية للسلطان وبتنجح العملية نجاح باهر عند السلطان بيحطه مستشار عنده بيخليه عنده بيحطه بيصير طبيب خاص للسلطان وبيمنحه رتبة البكوية بعام 1922 هالي كانت رتبة كتير مهمة والملك فؤاد الأول بيمنحه رتبة البشوية بس يصير ملك وبعام 1929 تم انتخاب الدكتور علي باشا أول عميد مصري لكلية الطب بجامعة فؤاد الأول ثم أصبح بعده رئيس للجامعة وبعام 1940 تم تعيونه لوزارة وزيرا للصحة وبنفس العام هو أسس أي الدكتور علي ابن الفلاحة أسس نقابة الأطباء بمصر وصار أول طبيب بقلب مصر بتريخها الأول نقيب الأطباء بمصر وأصبح عضو بالبرلمان المصري انتخابوه نايب أمه في اللاحة أمية مطلقة نفسيتها تعبانة بس هيد القصة بتقلب كل المقييس من أم رمت ولادها بالنهر لأم حملة ابنه وعملته من أعظم الأطباء بتاريخ مصر أسس نقابة الأطباء عمل نايب عمل وزير للصحة ساعد الناس صار مستشار للملك عمل وزير ما خلى شي ما عمله ساعد العالم صار يحكم العالم عمل مستشفيات هيدا الإنسان اللي أمه أمية واللي قررت أنه تجعل من ابنه عظيم أنا ما عابقول أنه الأمات اللي باقيين اللي أولادهم بيطلع مكنسيان أو بيطلع أي شيء تاني هو ما أنه منيح كل إنسان عظيم بشغلته وحلو ورائع بشغلته إنما يكون من جوه محب ويكون من جوه هو حابب شغلته ويبدع فيها هيدا الإنسان أبدع بس اللي أبدع أكتر شيء هو هيدا الأم الفلاحة أبدعت بالأمومة هيدا بتستاهل إذا بدنا نعطيها كأس الأمومة اليوم بنعطيها ومش بس هي في أمات كتير بتذكر هلأ أمه لأديسون اللي اخترع الكهرباء كمان كحشو من المدرسة وقالولها سوريا على الكلمة قالولها أبنك أجدب قال لماما شعب تقري بالمكتوب اللي جاي من المدرسة ما كان يعرفي قرأ قالت له عابيقوله إنك إنسان عظيم وإنك ولد زكي وبدنا نلاقيه لك مدرسة أحسن تكون تليق بمواهبك ما قالت له عابيقوله عنك إنك سطلة نحن هون يا مصطول يا مصطول يا قوم يا عود يا أهبل عاملوا ولادكم بالمنيح وطبعا هيدا اليوم مقارنة عام نشوفها مع أنه ما بحب كتير المقارنات إنما بين أم بتكب ولادها عن الجسر وبين أم بتحمل ابنها وبتقرر إنه تعلمه وهو فعلا كان حابب إنه يتعلم وكان الصبي زكي ومش يتمعه يمكن لو يحب مجال تاني كان كمان دعمته بخياره هيدا صورته للوزير للبطل للطبيب لنقيب الأطباء وهيدا صورة اللي حده هي صورة الأم اللي شالت واللي حملت واللي تعذبت واللي اشتغلت صانعة عند الناس تحتى تربيه واللي باعت جبنة بالشوارع واللي حملت على كتفة كل الأثقال اللي ممكن تكون من نفسية وجسدية وتعب وتحرش وكل اللي أنتو بتتخيلوه وجعلت من هيدا الصبي أعظم وأهم الأطباء بمصر شو ما بتكن تحكوا وتقولوا عن هالأم هيدا بيكون قليل إنما هيدا الأم شوفوها وقارنوا بين اللي قال تعبت نفسيا فرمت ولادة عن الجسر سلام ربي يا صاحب قلوبكن وبد حي كل الأمات وفعلا في أمات عن جد بتربي وبتحمل وفي أمات قللك ضفر ينكسر ما قدرت حفد ابن انتبهوا على حالكن كونوا أمات وهي دي مثال لقالكن وطبعا المثال الأعظم هو أمنا مريم العدرة مع بركتها لقالكن آمين ترجمة نانسي قنقر